واللي هيحاول يخلي أولاده نسخة منه هو في الحقيقة بيعمل إيه؟ بيعدم أولاده هو بيعدمه بيعدمه ليه؟ لأن ما كان إلا هو اتكرر مرة تانية يا سادة اللي نسبكم مش بالضرورة نسب أولادكم أولادكم ليهم سماتهم وليهم سمات عصرهم المختلف عنكم وعشان كده زي ما سيدنا عليه قال إحنا بنربي أولادنا لغير زماننا إحنا ربيهم إحنا في خلال خمس سنين جاية هناك أنا بسميها هناك ما يسمى بتوحش الروبوت إحنا هيبقى عندنا هيبقى إحنا بنحاول نحاكي الروبوت فإحنا عندنا زمان غريب إحنا أكاد يكون بنحاول نتلمس ونتعرف على مفرداته لو بنحب أولادنا يكونوا متميزين مش هتكون بالطريقة اللي إحنا بنعملها ده طب إزاي وإحنا كتبناهم على ورق كربون مننا ويكونوا مميزين فشيء مهم إن أولادنا بيختلفوا عننا وهيختلفوا عننا لما أولادهم يختلفوا عننا لازم نحس بإن حياتهم هتبقى حياة إضافية ما نحسش إن حياتهم عضية اسمحوا لأولادكم إن هم يجددوا حياتكم بإن هم يكونوا مختلفين عنكم يعني إذا كنتوا عايزين تشعروا بحديث رسول الله سلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها ولد صالح ونيدعوا له لو عايزين حياتكم تمدد سوى أولادكم تختلف عنكم لأن مش قلة الخبرة تستدعى إن نغير المراكز حفظوا ده قلة الخبرة مش هتستدعى إن نحن نغير المراكز هو بالمناسبة نسيت أقول لكم القاعدة التانية اللي بتكمل إن قلة الخبرة لا تقتدى غير المراكز أن أولادكم إذا بلغوا صاروا مكلفين يعني إيه مكلفين ابنك عبد كما أنت عبد فليس من حق عبد أن يتسيد على عبد إن مش من حقك أن أنت تسيد على ابنك وتعتبله بتاعك وملكك غلط ويا سيد الفشل لو تعلمنا معاه كهاجس كثير من أحسن مننا كده إيه يا سيد اللي بيخليك تستعبد ابن أناس فيها شكل من الأشكال إزدالي البلد واستعباده إنه هو يقهر وإنه هو يحقق اللي أنت عايزه أنا عارف إن كثير من الناس هيقولوا إحنا إنت ليه بتتكلم كده إحنا ما بنعملش كده وما القولي بتعمل إيه لو كان حد من حقه إنه يكربن حد يكربن حد يعني يخليه كربون منه فما فيش أحلى ولا أجمل إن الواحد يبقى شبيه لحضرة النبي فسحة النبي صلى الله عليه وسلم ترك أولاده يكونوا مختلفين سيدنا الحسن خرج مختلف عن سيدنا الحسين ده بيحب السلام وممكن نسميه باسميكر واحد مدافع عن الحق لتنين طريقتين فما ينفعش إن إحنا نعمل كده